نعم. علي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الواقع ظهر وكأنه غير آبه بهذه العقوبات الاقتصادية أرغم تعليق واردات الغاز الروسية من قبل الولايات المتحدة. ما قراءتك وتحليلك لهذا الأمر؟ الرئيس بوتين يعرف تماما إمكانيات روسيا الاقتصادية. طبعا نحن نتحدث اليوم عن الروسيا بالإضافة لأوكرانيا تورد تقريبا 30% من احتياجات العالم من القمح والذرة. أغلب تقريبا نتحدث عن 5 ملايين برميل يومية من النفط تصدر إلى أسواق النفط. احتياجات الأوروبا من الغاز الطبيعي وصادرات الغاز الطبيعي الروسية طبعا هي في المقدمة وهي تلبي 40% من احتياجات أوروبا من الطاقة. نتحدث طبعا عن صادرات من الألمنيوم من الصلب من كثير من الموارد الاقتصادية تقدم عليها وتعتمد العالم فيها على روسيا وعلى أوكرانيا كذلك الأمر. نتحدث عن أوكرانيا خامس منتج للقمح في العالم. وبالتالي الرئيس بوتين واضح أنه يعتمد على معلومات أو بيانات اقتصادية وإمكانيات اقتصادية. يعرف أن الولايات المتحدة والدول الغربية غير قادرة أو لا يمكن أن تصل إلى مدى حضر صادرات روسيا من هذه السلع الأساسية. لأنه التضخم وتعويض هذه الصادرات غير ممكن حاليا في الأسواق العالمية. وهل هذا ربما نتيجة الخسائر الفادحة التي بدأت تتكبدها شركات عالمية اضطرت لتعليق عملها في روسيا وبعضها شركات أمريكية نتيجة هذه العقوبات؟ أعتقد أنه من الصعب التكهن حاليا بمدى خسائر الشركات. يعني لا يزال المدى الزمني نتحدث عن سبوعين من الحرب. حتى أغلب التقارير الاقتصادية سواء من صندوق النقد والبنك الدولي لا تتحدث عن حجم خسائر. المدى الزمني غير متاح. ننتظر إلى الشهر المقبل حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع. ومن الممكن أن تتضح لدينا بعض البيانات حول مدى خسائر الاقتصاد العالمي والدول الغربية جراء الحرب الأخيرة والعقوبات الاقتصادية على روسيا. ومدى خسائر الأسواق أيضا. نتحدث اليوم بعض التقارير تتحدث عن خسائر الأسواق المالية. لكن الأسواق المالية يوما تخسر ويوما تربح. وبالتالي لا يمكن حصر هذه الخسائر على مدى أسبوعين. أعتقد أنه نحتاج إلى مدى زمن أطول حتى نحسم الأمور كم هي حجم الخسائر من الشركات أو حتى من عمصر الاقتصادية الدولية.